سيد الرئيس النهاردة كان عامل اجتماع عدة اجتماعات ثلاث اجتماعات منهم اجتماع اجتماع يتعلق ب الاسكندرية منطقة شرق الاسكندرية منطقة ابي قير في اسكندرية بنعمل ايه هناك مصر بتعمل ايه بتعمل مدينة في المية في البحر صناعية مدينة ايه ايه بمدينة بنعمل مدينة في البحر ردمنا او بنردم ونعمل هذه المدينة اللي هتكون زي ما بقوله كده مدينة عالمية بس منشأ اي مدينة مدينة احنا كنا نتكلم على جيل رابع النهاردة نتكلم على جيل خامس مدينة من الجيل الخامس دي تقريبا اول مدينة في مصر هتكون من الجيل الخامس تقريبا هتكون فين البحر ده مخطط لهذه المدينة حضرتك مخطط لهذه المدينة نتكلم على جزيرة صناعية البحر متوسط حيك شايف عايز اقول لكم الناس ممكن تفكروا من دلوقتي الناس اللي هم فيه ناس انا بتكلم على ناس فيه فئات من الناس اسرياء من مصر او برا مصر يحبوا النوعية دي من السكن سبك طبعا فيه ناس هيقول لك شفت احمد موز ايه وانا بقوله انا بقوله على الهوى بقوله على الهوى فيه نوعية من الناس الاثرياء لان انا شفت ده في بعض الدول شفت ده في بعض الدول اللي قدامكم ده شفت في بعض الدول وشفت عامنين في ايه ردموا البحر وعملوا مدن احنا النهاردة ردمنا البحر وبنعمل مدينة انا شفت وعايز أقولكو في بعض الدول من غير ما أقول أسماء يعني أسعارها 3 و 4 أضعاف أي مكان آخر في المدينة دي 3 و 4 أضعاف المية أنت وسط المية أنت عايش في جزيرة وسط المياه المية زي ما أنت شايف كده مدينة عالمية بجد ومدينة من الجيل الخامس أول مدينة في مصر يتم بناء هابل كامل داخل البحر المتوسط داخل جزيرة صناية في البحر المتوسط أنتوا عارفين دا يعني إيه حضراتكم عارفين النقلة دي اسمها إيه نقلة آه هي نقلة أنت بتستهدف مين بتستهدف اللي معاه فلوس ويدفع شوفوا 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 البلد بيتجيه فلوس من إيه والله بيتجيه فلوس من ال مية مش كان ده بحر 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 بقاله من مدى الحياة موجود طب الفكرة إيه هي طب وليه لأ الله وليه لأ عايز أقول لكم المدينة دي كسبانة قبل ما تشتر قبل أنا بقول لك أهو المدينة دي كسبانة هتتبع كلها محلاتها بدور السينما بتاعتها بمطاعمها بفلدها بشلهاتها بأبراجها باليخوت أقول لك بيهي تاني بطيرات لو عاملين فيها حاجة خاصة مطار خاصة كده مطارات طيرات خاصة أعتقد ربما يكونوا مش عارف فيه ولا لا مو يعملوا فيه ناس تحب النوعية دي بقول لها حضرتك عليها حتى لو ما فيش ما عندك اسكندري وعندك برج العرب قريبين ولكن بقول لك فيه نوعية من الحاجات دي هتبقى نوادر عايز أقول لك فيه أنديه منتخبات يحبوا يقضوا أجازتهم أو يحبوا يقضوا تدريباتهم مثلا منتخبات راحة كأس العالم النهاردة راحة قطر مهي موجودة في بعض الدول النهاردة تدريب والسعداد لكأس العالم بيروحوا دول وبيروحوا أماكن زي كده ياخدوا مكان كده بالكامل يقفلوا عن نفسهم وعاديين تدريباتهم أكلهم شربهم يعودوا فيه شهر كامل شوفوا بقى يدفعوا قد إيه من لازم تعملوا ملاعب يبقى عندك هنا ملاعب ملاعب على أعلى مستوى عندك كل احتياجات وأنا هنا بقول رسالة مهمة الفرق والمنتخبات الكبرى ليفربول مثلا بيروح بعض الدول فأجسوا ياخدوا كده بعضهم يروح يتفسحوا أو يروحوا يتدربوا أو يروح يستخدموا يستجموا متخبات أخرى عندية أخرى أنا عايز هنا يبقى عندي ملعب أو يبقى عندي أستاذ أو يبقى عندي مدينة أولمبية أقدر يبقى عندي حدث أقدر أعمل فيها بطولة يعني يكون عندي جزء من بطولات ينظم في هذا المكان هقول لكم ده هيكون عليه يعني ناس بتتسابق عشان نروح المكان ده نعت هنا أنا بقول لكم المكان ده كسبان من النهاردة شوفوا بقول لكي على الهوى كسبان من النهاردة بلد بتجيب الجنيه يعني من مفيش بتجيب الده بتجيب ده هيدخل دهب للبلد دهب المشروع ده بعد السنتين هيكون خلصان بعد السنتين المشروع ده هيكون خلصان اللي قدامك ده بالمناسبة المشروع ده مشروع هائل عايزة أقول لكم لو مساحاته حكته أقول لكم بعض الأرقام كده لأنه المشروع ده مشروع موضوع تاني الناس بقى اللي عايزة تتكلم على استثمار بقى وتتكلم على لا حضرتك هنا تقدر تاخد تعمل نقلة كبيرة قوي بتفاصيل كتيرة المشروع ده مساحة المدينة 1400 فدان تقريبا المساحة كلية 1400 فدان الممر الملاحي لأنه هنا هيبقى فيه كبان في ميناء في ميناء بيتعمل في ميناء موجود هنا في هذه المنطقة ميناء أبو خير هيبقى موجود ده اللي هيكون واحد من أكبر مواني على البحر متوسط بالكامل أكبر ميناء سواء في على الساحل الشمالية أو البحر متوسط هيكون ميناء أبو خير اللي هيكون هنا أيضا في هذا المكان في هذه المنطقة هيكون فيه زي ما احنا بتشوف كده شوفوا الممر هيكون عمق 23 متر ده الغاطس الغاطس بتاعه على فكرة ده أكبر يعني أكبر سفينة أي سفن عملاقة تقدر تيجي هنا تبقى موجودة هنا رصيف تبقى موجود هنا الحاجات بتاعت الميناء اللي قدام حضرتك هو شوفوا انت بتعمل ايه في المنطقة دي احياء المنطقة دي احياءها أنا بقولها هو بقولها أقدر اقولها كده احياء منطقة أبي قير بهذه 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 الأعمال اللي بتتم النهاردة مدينة بقول لحضرتك هتتباع بالكامل استثمار كبير تمويل هائل الناس النهاردة هيبقى فيها أسواق قد مطعم قد مستشفيات قد مراكز علاجية وصحية قد اندية رياضية قد خد حضرتك اعمل زي عايز اقول لك المواصفات العالمية اللي انت في خيالك هتبقى موجودة هنا المينة وبالإضافة للمدينة المدينة الأول مرة يكون عندنا مدينة مصرية داخل البحر المتوسط جزيرة صناعية متكاملة في البحر المتوسط بتقدم كل الخدمات كل اللي انت عايزه عندك مثلا حاجات حواجز بتاعت المواج بطول اكتر من 9000 متر عندك كمان كل الخدمات والمرافق والحاجات اللي انت عايزها تبقى موجودة هنا عندك مؤسسات تعلمية هتبقى موجودة عندك فنادق زي ما انت عايز اللي هي مش اي فنادق فنادق فاخرة بولك تنافس هنا زي ما انت عايز يعني أبراج سكنية الأبراج اللي احنا شوف اللي قدامك اهو الميناء كمان الميناء هيكون على 985 فدان والمدينة زي ما احنا قلنا بالكامل 1400 فدان نتكلم على يكون عندك ميناء هو الأكبر في هذه المنطقة الأكبر في مواني البحر المتوسط هذا الميناء وبالتالي هيكون عندك يكون عندك التصريف العلامي للمواني المصرية يكون المستوى الأول تاني بقول رفع المستوى ده هيكون المستوى الأول المواني المصرية الدولة في ناس ما تعرفش أي حاجة في الدنيا ولا حاجة هيطلعوا يندبوا النهاردة أنا بقولك هو هيطلعوا يندبوا ما هو بيندبوا ما هو بيندبوا مش عايزك خير هو عايزك خير في أي وقت مش عايز المشروع ده ما هو كان بيندبوا على قمة المناخ طب أنا بقولك النهاردة 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 أنت وقعت 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 مش لسه وقعت 83 مليار دولار ده لسه لسه معنا شغل حد يوم الجمعة كل مستفيد كل العالم يستفيد وكل شركة يستفيد وإحنا نستفيد كناس فلما تيجي تعمل حاجة زي كده بقولك كسبان المشروع ده هيتواصلوا من دلوقتي يقولك احجزونا ده المخطط المستهدف شايف الأبراج بص بص فين شايف شايف حضرتك بص المكان شوف البحر متوسط بص انت بتعمل ايه ده اعمق ميناء في مصر هيكون العمق بتاع هذا الميناء طبعا هيكون ميناء كبير بس عندنا ميناء سكندريا ممكن يكون اكبر منه او حتى ميناء دوناطي هيكون اكبر منه ولكن احنا بنتكلم على العمق اللي هو تستقبل السفن العملاقة اللي هو الغاطس بقولك 23 متر الغاطس خلي بالك بص على المشهد ده الشغل اللي في الميناء ده الشغل اللي موجود في الميناء دلوقتي شايف حضرتك الدولة يا جماعة تفكر وتشتغل وبتعمل من اجل البلد من اجل الشعب من اجل ان انت النهاردة يكون عندك يا جماعة ما ينفعش انت حتى المية يعني الصحرة بتعمرها والمية كمان بجيب منها في لوق بجيب مليارات من المية هي المية دي قد بص الشغل بص الشغل الحركة اللي موجودة هنا السفن تقريبا اللي هي بتعمل بتعمل جرفات مش كده اعتقد او كرقات 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 المية والتكريك زي ما احنا بيشوف كده شايفين حضراتكم البلد يا السلام عليك يا بلدي بتعمله ايه بتعمله ايه هو احنا المشروع ده سمعنا عنه قبل كده سمعنا عنه بتفاصيل يعني غير في اجتماع الرئيس اليوم الرئيس النهاردة في الاجتماع النهاردة مع الفريق احمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف العالم للتصنيع العسكري ولو اركان حرب الشام السويفي رئيس هيا الهندسية لو احمد الشازي رئيس هيا الهندسية لو احمد عزازي رئيس هيا الهندسية لو بحري اركان حرب محمد فكري مساعد قائد قوات البحرية والدكتور اسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية تكريك وبتردم ناحية تاني هنا بتكريك قبل ما نروح الاجتماع هنرجع الاجتماع هنرجع الاجتماع يوزي هنرجع له هات التكريك والردن في عندك تكريك وعندك ردن اللي كنا منشغالهم من شوية التكريك والردن في نفس الوقت سرعة انجاز عمل تكريك وردن احد خبراءنا اللي في على الهواء رح بعيتلي قال لي لا دا تكريك وردن احد الخبراء في البحرية المصرية بعيتلي على طول على الهواء قال لي تكريك وردن الحق فأنا بالحق اهو عشان اصح خلي بالكم مهم الكلام دا المواطني بعارف البلاء بتعمل ايه بتردم البحر عشان اعمل ايه اجيب مليارات وشغل هو دا مش عمل هو دا مش شغل مش ليه فرص عمل كانت موجودة قبل كده طيب انت بتعمر الصحراء ايوة بتعمر بابني النهاردة المي المي في عمق مياه البحر متوزط بعمل مدينة متكاملة كل حاجة فيها متكاملة تكون مدينة من الجيل الخامس وهو لأول مرة يكون عندنا في مصر ويكون عندك بقولك مدينة فيها كل الحاجات الترفيهية انا بقولك فيه ناس يحبوا الكلام دا فيه اثرياء عرب واجانب وحتى ومصريين كمان ما عندنا اثرياء في مصر يحبوا النوعية دي من السكن يحبوا وفيه بعض المناطق موجودة في مصر شوف الاسعار فيها ايه شوف اسعارها طبعا انت هنا تنافس انت بتعمل في كل مكان حاجات جذب اولا جذب سياحة رقم واحد جذب سسمار رقم اثنين بتعمل كمان حركة عمل وتشغيل وانت بتخيل لم يبقى عندك مطاعم هنا ابراد البرج الدور الثلاثين وعندك مطعم في الدور الثلاثين مطعم في الدور الثلاثين مثلا قول لي بقى قول لي شكل المطعم دا يبقى ايه قولي المطعم دا الناس اللي بتقعد فيه تتغدى ولا تتعشى ولا تصهر ولا تنبسط فيه شكله ايه المطعم اللي في الدور الثلاثين دا او الدور الثلاثين في قلب البحر متوسط شكله ايه المطعم دا شكل اللي يسكن في المكان ده اللي ياخد له شقة أنا بقول لكم هتتباع من دلوقتي من دلوقتي هتتباع النهاردة المطاعم ديت ناس هتدور النهاردة عن مطاعم ديت ناس النهاردة هتدور عايزين ناخد مكان مراكز تجارية مولات هتبقى موجودة برندات بقى تبقى هنا برندات اللي بنتكلم عليها تبقى هنا ما هو ده مش هيجي حد هيقعد هنا مش هيجي حد هيسكن ولا اي حد هيجي صيف لانه هو ده هيبقى ايه ده انت قاعد في المية ده انت المية حواليك في كل حتة مولات قولي اديني بقى اديني اديني مكان وريني شوفوا الافكار شوفوا الافكار الدولة بتعمل ايه شوفوا الرئيس خلي بالكم لما يبقى لانه انت قلت ايه بعمل مشروعات في الاخر بتعمل تنمية متكملة بتطور محافظة اسكندرية مش بيقولك اسكندرية هتغرق طيب اسكندرية اللي بتغرق اللي بيقوله هتغرق الدولة النهاردة بتعمل ايه حواجز الامواج حواجز كان معنا الدكتور هانسويلي من الاسبوع اللي فات واحنا في شرم الشيخ مية وتسعين كيلو متر لحد النهاردة حواجز عشان موجهة اي ارتفاع للامواج في السنوات القادمة عشان حمال اسكندرية وحمال الشاطئ السحل الشمالي ولسه شغالين انت النهاردة بتعمل حواجز الامواج ما انت بتعمل حاجة زي كده يبقى عامل لها البنية بتحتية وعامل حماية ليها تماما وعامل طبعا انشاءات مواصفات عالمية زي ما احنا نقدر نتكلم عليها وبالتالي بتعمل تنمية شاملة هي دي التنمية الشاملة بتعمل طبعا بالاضافة للمحاورة بتعمل في اسكندرية عشان يعمل بتخفف ضغط على الاحياء اللي موجودة في شرق ووسط اسكندرية وكمان بتعمل سهولة لحركة المواطنين والعربيات وحركة تجارة كمان ما انت بتعمل مينة هو بحركة تجارة فبتسهل حركة تجارة هنا بتسهل ما انت عندك ادي عندك مينة هو ادي مينة بقير وعندك مينة اسكندرية وعندك مينة الدخيلة وعندك مينة مواني اخرى شوف المنطقة دي في كم مينة شوف حركة التجارة هنا تتكلم ازاي على مصر مش لسه كانسية الوزير كامل معانا في اكتر من مرة وبنتكلم على حركة التجارة العالمية انه مصر تكون مركز لحركة التجارة العالمية هو مش بالكلام اهو ما انت بتعمل ده عشان تبقى المركز زه ما يبقى عندك مسألة تداول الحاويات تداول البضايع العالم بيكسبوا منين سنغافورة بتكسب منين روتردام بيكسبوا منين وغيرهم بيكسب من ده اللي انا بقول لحضرتك عليه حركة التجارة وتداول مليارات سنغافورة بيدخل لها معرفش خمسين مليار دولار حاجة بالرقم ده طب انت عايز وانا نصيب من التجارة العالمية كامل نهاردة وانت رايح له كام بقى يبقى هو ده اللي انت رايح تشتغله ده اللي انت رايح له حركة التجارة العالمية دولة بتشتغل بنية تحتية هائلة بنية تحتية اللي انت عملتها في قطاع الكهرباء والطاقة هو انت هتعملها مية مرة ما انت عملتها مرة وكل سنة انت طيب خلاص ما انت الحاجة عملتها الحمد لله صرفت الحمد لله مستني دلوقتي العائد يبقى انت عندك بنية تحتية بتعمل وعملت وصرفت بس يجيلك شوف العائد يجيلك اديه بقى دلوقتي بأسعار بكرة أو أسعار السنة الجاية طب انا بصرفت النهاردة بأسعار 22 طب انا هشتغل في 24 شوف الفرق ده هيبقى كام طيب الحركة هتبقى كام السياحة تبقى كام ما انت عايز كل حتة في البلد يبقى عندك جذب للسياحة هو انت هنا هنا في الصيف انا بقول لك هو في الصيف لما يتم افتتاح المشروع ده هتلاقي لي فندق فاضي هتلاقي لي شليء ولا هتلاقي لي فاضي طيب هيفتحوا طيب شوفوهم وانا بقول لك هو دي الوقتي النهاردة 15 نوفمبر 22 وارجعوا للفيديو ده ارجعوه ان شاء الله ويديني وديكم العمر يا رب جميعا ارجعوا لكلامي النهاردة لما يتم الافتتاح وشوفوا نسبة الاشغال انا شوفوا بكلمكم النهاردة خمساتشو لسه مضوع الارض لسه بيش اي حاجة بس انا بقول لك اللي جاي طب شوفوا المتر هنا هتباع بكام المتر هتباع هنا انتوا عارفين أبراج العالمين أبراج العالمين بدأت بخمسة وتلاتين الف المتر ما دي كانت فيها الحرب العالمية والألغام والبتاع شوفوا تعاملت اللي علمين النهاردة بدأت بخمسة وتلاتين الف جنيه المتر المتر وصل النهاردة كام النهاردة النهاردة بدأت بخمسة وتلاتين الف تضاعف في الرقم ده وهنا شوف هيبدأ بكام المتر هيبقى بكام هنا مية مية بحر عملت البحر ايه بتعمل منه منتجع تعمل مدينة متكاملة تدخلك عائد هائل بسم الله ما شاء الله قولك البلد دي بتعمل ايه البلد دي بتعمل كل خير لشعبها البلد دي بتعمل كل حاجة كويسة لشعبها البلد دي بتشتغل ليه لونهارة عشان تحقق طموحات رجل يريد ويتمنى وأمنياته انه يصل لكل مواطن اللي يتمناه اللي نفسه يعمله النفسه يعمله للناس كل مرة نفسي طموحاتي كسر طموحاتي تريليون تريليون دولار 28 تريليون كزا يعني طموحات كل واحد طموحات مش تريليون ومئة مليون لا تريليون هو ده عايز توصل لي كام تريليون دولار 15 20 عايز توصل لي كام تريليون مش تريليون جنيه تريليون دولار يعني عايز 24 23 تريليون جنيه مش 2 و4 و6 هي في طموح في طموح في طموح في قمة المناخ ما ده الشغل خلي بالكو ده شغله مهم جدا انت رايح لأرقام والشغل انت بتعمله النهاردة عشان تصل لأرقام تتمناها توقيع النهاردة اللي تم وكان بتكلم عنه النهاردة الدكتور هالة السعيد واسمعكم كلام الدكتور هالة السعيد مهم اوي مهم اوي انا حب حضرتك تعرف المعلومة كويس حد شي يضحك عليك اه بادن حد شي يضحك عليك اوعى حد يضحك عليك الدكتور هالة النهاردة كاني نحاس بعد التوقيع قالت لكو الارقام عملنا ايه النهاردة وحكيتني النهاردة وليه قلتلكم مبروك في الاول وافضل طول وقت اقول لكم مبروك وافضل طول وقت اقول لك خلي بالك خلي بالك وخلي بالك انك تبقى شايف الصورة الايجابية